مرحبا مجددا الفقرة النقاشية ليدا الصباح خصصناها للحديث عن ظاهرة الخوف من الفشل الدراسي الأسباب والحلول تعد فترة الاختبارات حالة مضطربة بالنسبة للطلاب لما يرافقها من مشاعر خوف وقلق قد يكون هذا القلق ناتج عن الإهمال ومراكمة المهام لوقت طويل لأن البعض يشعر بذلك أيضا رغم تجهيزه ومذاكرته للدروس أولا بأولها تماما ولن نتعرف أكثر مشاهدين على السبب وراء ذلك وكيف يمكن للطلاب التغلب على الخوف من الفشل الدراسي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز أستاذ ودكتور أمين علي قاسم محمد وهو الصانع وهو أستاذ الأصول والإدارة التربوية المساعد في كلية التربية في جامعة تعز أهلا بك دكتور أمين أهلا سهلا بك أبي كيب السيدة المشاهدين الكرام سهلا سونيا يا مرحبا فيك دكتور دكتور يعني حالة الخوف من الفشل ترافق جميع الطلاب في قبل الانتحانات بشكل نعام وأي طالب يشعر بالخوف من أنه يفشل في إجابة هذا الاختبار وقد تعود عليه بآثار نفسية وجسدية وتؤثر على نفسيته وتنتج بعد ذلك أمراض فما هي هذه الأمراض يعني من ضمن الأمراض الشعور أحيانا عندما يرتفع لدي التوتر والقلاق والنتيجة الامتحان يعني ممكن يشعر بالصدع ممكن يشعر بمثلا ألم في المعدة زي الإمساك المغصل الإسهال ممكن غفايان ممكن بضوء سرعة في ضربة القلب ضيق في التنفس عدم الشعور بالراحة عدم الشعور العن بالراحة الشعور بالإرهاق فهذه من ضمن الأشياء التي يكون يعني استجابة قسدية للتوتر والخوف وأن نتج عن فوبيا الفشل يعني الخوف من الامتحان طب يعني دكتور في مرات بنشوف أصدقاء وأصحاب اللي ثلاثين مع بعض بيدرسوا مع بعض من أول السنة وبيذاكروا بنفس المستوى وبنفس الاجتهاد بيقدموا واجباتهم أيضا بنفس المستوى وبنفس الاجتهاد لكن بنلاقي أنه في حد بخاف وحد ما عندهش أي قلق ولا أي خوف ثقتوا بنفسها عالية وتوكلوا على الله أيضا مرتفع فبرأيك لماذا يصيب الخوف من الفشل الدراسي بعض الطلاب دون غير حمل طبعا هناك عدة عوامل من ضمن العوامل هذه مثلا قد تكون البيئة التي يعيش فيها الطالب نفسه والمتعلم وهي متعلقة بالتنشير الاجتماعي قصدي يعني مثلا الآباء والأمهات الذي يكثروا من لهم أبنائهم وبناتهم ويصفونهم أحياني مثلا بأنه غبي أو فاشل أو ما إلى ذلك هنا يتكون لدى المتعلم نفسه مفهوم مسلبي عن ذاته وينعكس هذا على تحصيله الدراسي أيضا من ضمن العوامل والأسباب في ذلك أنه أصلا بعض الطلبة يكون عنده فوبيا فشل يعني والفوبيا في نهاية المطاف الخوف من شيء لا يخير فهي مرض في نهاية المطاف فبعض الشباب أو بعض الطلبة والمتعلم لديهم الخوف الزائد هذا الخوف الزائد يقعد يركز على الفشل أكثر من يركز على النقاح الشيء الثالث أيضا الطلبة هؤلاء يعني قد يكون من ضمن العوامل أنه مثلا ضيق الوقت أحيانا يعني الوقت ضيق وبالتالي لا يسمح له أنه يذاكر كثير يعني في عوامل تخص الطلبة هذا الذي لديهم الاستعداد للإصابة أكثر من زملائهم زي ما قلنا مثلا قد تكون يعني قانب بيئي وقد تكون مثلا عدم الاستعداد المبكر لامتحانات والدروس بشكل هذا أيضا مثلا بإضافة لعدم الاستعداد المبكر يعني مثلا الوقت قد يكون غير متاح بشكل كافي يجعله أكثر عرض للإصابة بالقلق والتوتر أكثر من غيره من أن نستعد من بداية العام الدراسي تماما دكتور يعني من المعروف أن الخوف من الفشل يتسبب أو يأتي نتيجة الإهمال وهذه الظاهرة تسيطر على الخوف من الفشل الدراسي بعض الطلاب تسيطر عليهم بشكل كبير رغم أن يكونوا مجتهدين وذاكروا تمام وسهروا ليالي بس لا تزال ظاهرة الخوف أو الشعور بالخوف متلازمة في نفوس هؤلاء الطلاب طبعا هناك طبعا هذه الأعوام التي تجعلهم بهذا الطريق يعني بعض الناس يعمل أو بعض الطلبة يعمل له سقف عالي للإنجاز يعني يرقاسي جدا للإنجاز يعني عنده النجاح لا يكون إلا مثلا أنه عندما أحقق درجة عالية 100% وما يدونه ذلك يكون فشل هذا يطلق عليهم طبعا مسمى الكماليون يعني لا يريد أن يحقق إنجاز عالي جدا هذا الطلب من النمط هذا يرتفع عندهم القلق طبعا عند الاختبار أيضا في حاجة عند بعض النمط هذا من الطلبة في عنده حاجة إلى الحصول على معدل عالي جدا مثلا عنده طموح يدخل كل يوم عينة فهذا الشيء برضو أيضا يرفع القلق عنده أو يكون منظم العامل لتساهم في رفع القلق أيضا قد يكون عنده مثلا تنافس مع زملاء آخرين والتنافس أيضا والشعور قد يتأخر يرفع عنده القلق أيضا فهؤلاء الطلبهم في الحقيقة مفعلا متميزين بس وضع سقف عالي جدا لإنجازهم وما دون ذلك يعتبر في ظنهم أنه إخفاق أو ما إلى ذلك هذا اللي يجعلهم متوتر رغم أنهم متميزين ولديهم مهارة قدرات عالية نعم طب دكتور أمين يعني بما هي الأثار المترتبة على بقاء الطالب في دوامة الخوف من الفشل الدراسي دون أي تدخل أو محاولات لحل هذه المشكلة أقصد هل سيؤثر ذلك على أدائه الأكاديمي مستقبلا طبعا إن كان مثلا في التعليم قبل الجامعي أو حتى في التعليم الجامعي قد يؤدي إلى كره مثلا المدرسة أو قد يؤدي إلى عدم المقدرة على مواصلة الدراسة ممكن الهروب من المدرسة ممكن تصل للمسألة مثلا إلى التسرب النهائي من الدراسة وأحد الدراسة أشارت على أنه تقريبا عام 1996 أنه 20% من من لديهم قلق مرتفع تسربوا من المدارس مقارنة من الذين لديهم قلق مخفض كانت نسبة تسرب قليلة جدا بينما 20% من الذين لديهم قلق مرتفع أكدت الدراسة أنهم تسربوا من المدارس وهذه إشكالية عندما أطال في نهاية المطاف يتسرب من الدراسة أيضا قد يشعر بالعاقز الشعور بالعاقز نفسه من الآثرة الناتقة الشعور بالعاقز هذا ينسحب ليس فقط على الدراسة ربما قد ينسحب على أشياء كثيرة في حياته وخصوصا إذا لم يكن في وسط بيئي أو في أسره قد تخفف من وقع هذه الأشياء يشعله تماما دكتور لو تحدثنا الآن عن الحلول العملية التي يمكن من خلالها للطالب التغلب على ظاهرة الخوف من الفشل الدراسي ما هي هذه الحلول برأيك يعني تشوف إذا كنا نرى مثلا على أنه الأشياء التي ترفع التوتر مثلا والقلاق هي مثلا أنه عدم الاستعداد من بداية العام الدراسي فيبقى الحل طبعا أنه ينبغي من أول الأشياء أن يكون فيه استعداد مبكر للامتحانات من بداية العام الدراسي وهذا سيجعل القلق عند الشخص الذي امتلك المهارة وامتلك القدرة سيأتي تماما بالوقت الامتحان والقلق يبقى قلق طبيعي القلق الطبيعي الذي يدفعه للإنجاز والذي يدفعه للتميز فقط وليس ذلك القلق الذي يعيقه والذي هو مدر موضوع حلقة اليوم أيضا مثلا يضع له أهداف يضع له أهداف محددة الأهداف هذه يعمل على التخطيط من أجل تحقيقه ويحدد أوقات المذاكرة يحدد أوقات الراحة بشكل مبرمج أيضا يمتلك عزيمة وإصرار واستمرارية يبتعد عن كل المشتتات التي تعيقه عن تحقيق أهدافه يبتعد عن هذه تماما أيضا في عنده التزام الالتزام بمعنى أنه قد لا يكون جميعنا يحب المذاكرة لكن الالتزام أن نستمر في المذاكرة الشيء الآخر مثلا عنده مثلا نمط معين يعني يذاكر وفق لنمطه لأنه لكل طالب لنمط في المذاكرة هناك طالب قد يذاكر بصوت مرتفع قد يذاكر شخص آخر بصوت هادئ بعضهم حتى يمكن أن يذاكر ويمشي النمط الذي يحبه ويمارسه يبتعد عن الطلبة المحبطين المحبطين الذين دائما يقولوا المادة الفلانية صعبة المدرسة الفلانية أسئلته صعبة يعني يعمل له وطبعا عدد من هؤلاء الطلبة المحبطين يعملون يعني يقولون ذلك تعمدان من شأن الآخرين ما يذاكرش وما يبقى له مثلا متميز والذي يحقق بعضهم بهذا الشكل يعني فالابتعاد عن مثل هذا الطلبة أفضل أيضا مثلا الأولياء الأمور بيكون لهم دور في ذلك توفير القول يعني ملائم لهم في المقابل أيضا الطلبة أن أنفسهم يكون في عندهم مقدرة على التقييم يقيم مثلا مدى تحقيقه يعني إلى أي مدى يستطيع يحقق أهدافهم ما هي المعوقات التي عاقت تحقيق أولا بأول أنا قصدي أولا هيش بأول ففي الحالة هذه يستطيع أن يحدد المعوقات في وقت مبكر إذا كان فيه إشكالية في بعض المواد الدراسية يستطيع يحل في المراقع عمل المعلم يستطيع يحل في المراقع مع زميلهم ومتميز يعني بوقت مبكر جدا لا يأتي وقت الامتحانات أو قرب الامتحانات في وقت ضيق يبدأ ترتفع عنده درجة القلق نتيجة للتراكم الدروس نتيجة لأنه تعمل على زيادة القلق جدا عنده عندما يشعر الطالب أنه الوقت لم يعد يسمح له بالمذاكرة القيدة وبالتالي تحقيق نتيجة متميزة إذن الاستعداد المبكر هو من أهم الوسائل لعلاج هذه الأشياء تماما أتك العافية دكتور طب دكتور أميم يعني بالعادة كل ما يتعلق بالأمراض النفسية من قلق وتوتر وضغوط نفسية دائما ما نتحدث مع الخصائيين يقولونه يجب أن يعترف الشخص بإصابة بهذا المرضى يعني الطالب اللي عنده قلق أو خوف من الفشل الدراسي يجب أن يعترف بهذا الأمر ويقولونه أنا بعاني من هذا الخوف في هذه الحالة يعني دكتور ما هي ربما الأنشطة الترفيهية التي يمكن للطالب القيام بها لتخفيف الضغط النفسي والخوف من الفشل الدراسي هل هناك أنشطة مثلا يمكن القيام بها؟ نعم يعني مثلا لاحظ معي من الأشياء اللي ممكن يقوم فيه بالمتعلم في هذا الشيء ليخفف الضغط النفسي علىه مثلا قبل الامتحانات لأنه مثلا يكون مطلع على أسئلة يعني يعمل لنفسه اختبارة تقريبية بعد مدى معين من المذاكرة يعمل لنفسه يقرب نفسه في اختبارة معينة يطلع على أشياء يذاكر مع ناس قيدين الشيء الثاني مثلا بدل من يستمر في خطط للغش وهذا قد يقعله بعدا بداخل تلقاعة أكثر ارتباك وأكثر قلاق قد يقعله بداخل تلقاعة يعني يريد أن يقتنص الفرصة للغش يقع في توتر عاري أيضا مثلا لا ينبغيش على أن يراجع قبل خمس دقائق من الاختبار لأنه هذا سيصيبه بما يسمى النسيان الكاذب سيفاجئ نفسه على أنه ناس كل شيء ومش ناس كل حاجة في تلك اللحظة قبل الاختبار لا ينبغي أن يراجع شيء قبل الاختبار بخمس دقائق هذا أشياء الشيء الآخر أنه يعني في نهاية المطاف يتحمى المسؤولية يعني مثلا أيضا وقت الاختبار نفسه يكون هادئ لا يستعقل في الإيجابة على الأسئلة لأن بعض الأسئلة فيه بخدع وفيه كذا يعني يجب بتروي التروي والهدو قبل الامتحاء قبل أثناء البداية يعني بالدقائق الأولى من بدء الامتحاء شيء مهم وعدم العقلة يعني بيقع له أيضا مثلا الاستعدادة المبكرة له للمذاقرة والأشياء تخفف عنه أشياء كثيرة من هذا القبيل يعني نعم تماما دكتور لو تحدثنا الآن عن تعاون الطلاب فيما بينهم يعني الكثير من الطلاب يجتمعون في البيوت سواء في خارج المنزل أو داخل أو في الجامعات ويتعاونون فيما بينهم خصوصا قبل فترة الاختبارات فهل يمكن للطلاب العمل معا لتحقيق النجاح الأكاديمي وذلك لتحسين المزاج وتجنب الخوف من الفشل كيف يمكن ذلك؟ طبعا يعني التعاون بين الزملاء لاحظ معي أنه التعلم من الزملاء فيما بينهم بين يكون ربما أكثر من تعلم المتعلم من المدرس نفسه لأنه أحيان قد يكون الطالب يستحي أو كذا من السؤال المعلم داخل الفصل الدراسي أو في القاعة في قاعة المحاضرة النتيجة لاعتبارات كثيرة لكنه أمام زميله يسأل الأسئلة الذي يرغب فيها ومن هنا التعاون بين الزملاء يعني شيء مفيد وبعض الزملاء قد يفكر على أنه لا ينبغي ذلك يعني الطالب المتميز سيبقى متميز وعندما يخدم زملاء أو يقدم لهم ما يستطيع من أشياء هو في الحقيقة يراجع لذاته الطالب نفسه يراجع لذاته ذلك فتثبت عنده المعلومة أكثر عندما يراجع لطالب أكثر من طالب وفي نفس الوقت نحن نشجع هذا بين الزملاء في القامعة أو في التعليم قبل القامعين على المراقعة فيما بينهم بين وبعد ذلك الذي سيستشكل عليهم بالإمكان يعود للمعلم بالإمكان يعود للدكتور في القامعة والمسائل ستبدأت الزحزح في وقت مبكر من ذلك أيضا المذاكرة مع بعض أحيانا قد تشجع عندما ترى زميلك وما قطعه من إنجاز هذا سيقع على أيضا سيخلق عندك دافع أن يصبح لديك إنجاز مثل وعني بينما مثلا مع تقنب طبعا هنا ملاحظة مع تقنب الناس المحبطين والكسولين ينبغي أن يختار الإنسان صديقه الذي ممكن يراجع معه أو يذاكر معه هذا يقوم بشكله دافع لمحافظ للإنجاز يقارن نفسه يبقى محاك زميلك يبقى محاك لك بالتالي تريد أن تصل إلى مستوى ممكن يكون قريب منه وما إلى ذلك فالتعاون شيء جميل جدا بين المتعلمين تماما مش ضروري يكون بيننا ضغوط المنافسة أنه أنا أحسن منك وأنت أحسن مني واحد من الأسباب التي تكلمت عليها دكتور في بداية حديثنا الضغط النفسي ويمكن مرات كثيرة بيكون سببها الأهالي وضغط يمن نفسي وحالة التوتر اللي ربما يخلقوها داخل المنزل أثناء فترة الامتحانات خلينا نختم معك دكتور أمين بنصائح أخيرة إذا ممكن توجه للأهالي لمساعدة الأبناء على خوض فترة الاختبارات والتخفيف من مشاعر الخوف والقلق المصاحبة لهذه الفترة طبعا على الأسرة من الأب والأم لهم دور فعال وهام جدا في هذا الشيء فعليهم أن يوفروا قو هادئ داخل المنزل يسودوا الإطمئنان أيضا لا ينبغي عليهم أن يظهر عليهم الآب أنفسهم والأمات لا ينبغي أن يظهر عليهم مشاعر أو مظاهر التوتر والقلق ذاته لأنه إذا انتقل بعدا منهم بيكون له آثار سلبي جدا ينبغي أن يخفي أي مظهر للتوتر والقلق من قبل الآب يشعر والأم الشيء الثالث التشقيع للأبناء ودائما إذا حصل إجنوع من عين ليقارنوا بنفسه بمعنى آه لقد كنت في الأسبوع الماضي قيد لا يقارنوا بإخوانه أو يقارنوا بالآخرين لأن ذلك سيشكل إحباط لهم أيضا دور الآباء من بداية العم درسي في الحقيقة وليس فقط بالقرب من الامتحانات يعني يتحسس أبناءه مثلا ما هي المواد التي تشكل صعوبة لهم في وقت مبكر ليقاد حلوله في الالتحق بمعاهد أو دورته وما إلى ذلك أيضا مثلا لا ينبغي أن يضع الآباء والأمهات سقف عالي للإنجاز ويتقاوز قدرات وإمكانات المتعلم الحقيقية الأشياء الآخر أيضا إذا لا قدر الله حصل إخفاق من قبل المتعلم أو فشل في النتائج النهاية أو غيره طالما المتعلم قد قدم ما عليه وما يتناسب معه قدراته وإمكانيته ينبغي أن تخفف عليه هذه الصدمة ينبغي أن تخفف عليه الصدمة تماما والفشل ممكن يكون محطة لعادة النظر والانطلاق من قديد ما لم فهناك فرص كثيرة وعديدة في الحياة ممكن أن ينقح فيه بالشخص تماما يعني دكتور عند هذه النقطة تحديدا دكتور وهمية الاستفادة تماما أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والحوادث الفاشلة السابقة اللي يمكن يتعرض لها الطالب أثناء فترة الدراسة الأهالي يجب أن يعلموا أبنائهم كيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب الفاشلة الأستاذ الدكتور أمين علي قاسم محمد الصانع أستاذ الأصول والإدارة التربوية المساعدة في كلية التربية بجامعة تعز شكرا جزيلا لك دكتور على تواجدك معنا شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح والمعلومات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك دكتور